معمول المد من أطيب الحلويات اللي بعملها كل عيد وعن جد بحبها لأنها سريعة وما بدها وقت وأحلى إشي ما فيها إنها هي بتدوب دوبان بالتم ونكهتها روعة أنا متأكدر رح تصيروا تعملوها كل عيد رح يلزموكم المكونات الموجودة قدامكم طبعا هي بتنعمل بفستو أو عجوة أو جوز أول إشي رح يلزمنا أكيد سميد وسميد أنا بحبه إنه يكون ناعم وكمان رح يلزمكم كمية من الدهن ممكن تكون سمنة مع زلده وكمان أكيد إذا بتحبوا مستكة محلب أي شي تاني أول إشي رح أعملو رح أدوب كمية الدهن بس تدويب على الخفيف ورح أدوب المستكة مع السكر بس تدوب كمية الدهن بتكون باردة أو دافية رح أحطها مع سميد وأقلبهم سوا بعد هذا الحكي ممكن نفرقهم كمان بالإيد رح أضيف عليهم المستكة مع السكر السكر الناعم والطحين ورح أخلطهم ممكن إذا بتحبوا تحطوا لهم دقة الكعك نفرقهم فارك بالإيد ومنتركهم طول الليل أو ممكن على الأقل أربع خمس ساعات لحد ما يصيروا زي المبرغلين رح أضيف عليهم قبل الشغل بالضبط ماء الزهر والخميرة ورح أشكلهم بإيدي لحد ما أشوفها إنها عجينة وتماسكة بالنسبة للحشوة رح أحط العجوة عليها زيت وعليها بارات زي إرفة وهيل بعدين رح أفرد جزء من العجينة بقالب 30x30 بعدين رح أحط عليهم العجوة وكمان رح أرجع أغطيهم بقسم تاني من العجينة بعدين رح أقسمهم أحطهم بالفرمية ترجمة نانسي قنقر